مشاهدين مرحبا بكم من جديد طبعا ملف نقاشنا هذا سندقف من خلاله للحديث عن سرطان الثدي مناسبة شهر أكتوبر الوردي شهر التوعية والتحسيس ضد هذا الداء وأيضا توعية النساء للفحص المبكر للداء ما تعانيه النساء مع سرطان الثدي بصفة خاصة سنتحدث فيه عن مدى واعي الإنسان اليوم بأهمية الكشف المبكر عن السرطان كما سنتحدث عن مرض السكوليوز ومراض العمود الفقري ما هي الأسباب وطرق العلاج كل هذا مع ضيوفي شرفونا طبعا من تركيا معي أسغان أتيش دكتور في جراحة المخ والأعصاب مرحبا 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 كطبيبة ودكتور في علاج الأورام السرطانية طبعا بالإشعاع مرحبا بك سيدي مرحبا 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 بداية معي أيضا مونة بن عبيدي هكا نعم راح تكون يا طبيبك مختصة في أمراض القلب راح تكون معنا كمترجمة في الأستوديو مرحبا بيك وعسليمة مرحبا عسليمة شكرا على الاستيضاء بداية نحن نتحدث على أمراض العمود الفقري ثم نعود إلى نتحدث عن المامي كانسري اللي هو سرطان أثدي نعم بداية أمراض العمود الفقري الشائعة ما هي أمراض العمود الفقري الشائعة وما هي الأعراض انتحة وطرق العلاج أكثر الأمراض الشائعة العمود الفقري هي سكوليوز أول جنف يعني الهواجيج تبال � tat haunted عمود الفقري الشائعة العمود الفقري الشائعة العمود الفقري avoirد يعني الهواجيج من طرف واحد منطر العمود الفقري鎮 سكatiques مثلا لنصال الأمراض العمود الفقري pierwsما أمر أمر divان الع algún الموجود في عدم المハハ يعني في أكثر من trabajo لل Stوكريوز ولكن 80% من العدو Najدل سكريوز هاce poضرب الغ preaktره هي غير معروفة أه Mandatory قول اليوم الغية الإoland Lochem نعم نعم خصوليوز الخلاجية تاكيد 50 دراجالة. الحقوق أيضا. خصوليوز الخلاجية تاكيد 50 دراجالة. هذه الحالة تجهل جرحة. تاكيد بفضل معلومات. التاكيد بفضل معلومات سكوليوز الخلاجية حالة واضحة بعضة خلاجة خلاجات الوصحة وفي الثانية ستكون جداً على المدالة. في الوقت الأحدى في المترجم، يجب أن يجب أن تغيير مملائك، وعندما يجب أن يجب أن نحن لديك أشياء الحرارة والشياء في التطوراتية المرتفعة. كما تعلمنا المترجم للمترجم للمترجم للتغيير والمترجم وتعالى الحياة المرتفعة. ومشاركت جهاز مع الفرز مع عمرين مع بعضتنا ومعالجيون شاركتين من خلال ذلك. إذن ، في هذا الواجتف نحوك في أوضع التعليمت أناس كيهاز مع العبادات السجرين كانت أسرع تجمع ان Wohnائل مع النهائل المتجمعين لذلك. وحدي زائمة مع العبادات المتجمعية. تجعل النمو نعالجوا سكوليوز عند الأطفال وما نأثروش على النمو متاحهم يعني يتواصل النمو عادي جميل أنا في النقطة هذه فقط حبيت مذكرنا على الأطفال يعني بالنسبة الحقائب الموجودة بالنسبة للأطفال نحن عندنا مثلا في الجزائر أو في دول عربية عندهم مشكلة هو مطروح أنه هو الحقيبة المدرسية بالنسبة للتلاميذ من الأطفال كثير من تحطنت hard لأن كان هذه هذه المستقبلة ي toward الетьonal نكتشور يا ذاء عندblem في الاتقال مثلا gyزائ Protokال عادي تحطات لفت tugدا or اصلنا العلبية في الجزائر حلية هذا العلبية الكتอย من ذلك عالجى ما وصلنا على الأطفال وحفات المنجزة صفح على البسولة يعني هو يقول حاليا الشنطة الثقيل السكاد وثقيل ما يأثرش على البرشة ولكن البرسيون اللي تكون على العمود الفقاري في المستقبل متعال المريض ينجم يأثر على العمود الفقاري بما فيهم أمراض أخرى يعني تكون عندو سكوليوز ولا أي مرض آخر تابع العمود الفقاري نعم نقطة أخرى ومرض آخر شائع اللي هو العني ديسكال اللي هو في الفقارات العوي جاج أيضا يعني منه كثير خاصة نحن عندنا في الجزائر كثير من المواطنين يعني من هذا المرض يعني لكن نتحدث عن الطرق الأنسب لعلاج هذا المرض لأنه كثير من الناس متخوفين من إجراء عمليات جراحية نعم 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 فتك الضحية ويقولون لدينا إغني والكثير معنا في المرضى ويقولون أكثر مرضاً هذا باكتر من قولة لدينا قولة 10 فتحة 9ية ويقولون لكن فتحة واحدة على 10 أغني 9ية نتيجة طفيلة رائعة 1ية إغني 1ية إغني 1ية إغني 1ية إغني 10ية إغني 1ية إغني إغني لا تعالجش هو نستعملوله الجراحة وقتها بش نعالجوه جراحي تدavi فتقlarda çok etkindir çok başarılıdır وكشeler günlük yaşantlarında çok kısa sürede geri dönerler والعلايج الاغني بالجراحة دقيق ونتاج رائعة والشخص يرجع للحياة اليومية بسرعة Peki 9 فتق نسيء تمال سورو بو التسعة الاخرين امش بالجراحة كيفش نعالجوهم سورو تحبوا تسألوا هدى السورو Burada çok temel bir şey söylemek istiyorum burada tedavideki en önemli unsur vücudun kendi tamiri mekanizmalarıdır اكثر حاجة امبوخطان هو الجسم الانسان اللي هو اعالج نفسه بنافسه belli bir süreç içerisinde yaklaşık bir haftayla iki haftalık süreç içerisinde kişilerin ağrılarında ve diğer şikayetlerinde önemli ölçüde azalma olması hastanın iyileşeceğinin en büyük kanıtıdır يعني اسبوع ولا اسبوعين لو معنى الوجيع نقص معنى هذا delil انو الجسم بالشي عالج نفسه بنفسه المرض يتحس ben 3 şey öneririm omurga rahatsızlıklarından korunmak için ve bu iyileşme sürecini omurga'yı destekleyen kas gruplarının güçlendirilmesine yönelik sürekli ihsersiz yapalım ويجب أن تستمرين من العضلات التي تشد العمود الفقرية يجب أن يكونوا قوية نحكي على حاجة بلوزان بورطوم سواء الجزائرين أو في العالم دائما نبحث عن أسعار العمليات هذه أو العلاج مثلا العلاج في تركيا قداش يكلف؟ شمد يسور ديوكي أنو نعمل السورو بوردكي تدعوين فياتنا كدرورجاك بارضم ديلما نصر جراهي تدعوين إما هذه هي الأماعية الضمية ماذا يعني لماذا احدث عن المصادره يعني المصادر المصادر يمكننا أن يكون في المصادر الاسم كما تحصل على هذا الشيء. تكلفة معقولة مش كما في أوروبا نفس التكنيك المستعملين في أوروبا هم مستعملين حاليا في المشافة التركية والتكاليف أرخص برشا أقل من أوروبا طبعا على العموم خلينا نتنقله الآن إلى نروحه للدكتور يرسلك الدكتور في علاج الأورام بالإشعاع نتحدث أيضا اليوم نعرفه أنه المناسبة هي مناسبة يعني إكيم بامبسي يعني أكتوبر الوردي اللي هو بينك أكتوبر نتحدث عن مامي كانسري هذا المرض اللي راح موجود وبالنسبة لي شهر التوعية هو أصلا شهر التوعية وماذا عن واقع نتحدث عن واقع الداء سواء في تركيا أو في الجزائر أو في الدول العربية أو لا في العالم ككل أصلا شهر التوعية في العالم 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 هما كما الأكتوبر الوردي حاليا فعاليات كما هذه اللي توعي الشعب وثاني شي لما يكون في العائلة عند الشخص مريض بالسرطان الثدي هذا كمان يعني توعية للمريضة إنها تمشي تعمل التشخيص المبكر حتى تشوف لأنه عنده دور لما يكون شخص من العائلة مريض بالكونسير أصلا شهر التوعية في العائلة مريض بالسرطان الثديقية أصلا شهر التوعية في العائلة مريض بالسرطان الثديقية أصلا شهر التوعية في العائلة مريض بالسرطان الثديقية للجراحة وإلا الإشعاع وإلا الميديكان تطوروا كثيرا يعني كل شخص يختلف طريقة العلاج وبطريقة هذه تكون يعني كل طريقة العلاج تكون أحسن بسبيسياليزة للشخص هذيك لو تسأليه فقط عن الأسباب يعني أسباب بالنسبة لسرطان الثدي ما هي أهم الأسباب اللي تؤدي إليه هو أيضا طرق العلاج الموجودة الآن سبب لارنارد أنجيليو مرمك أنسير ديوكي وماذا تدابي نفعله؟ ممي قانسرين أصلاً أغرقل طريقة جنتيكية أو أيضاً أيضاً جنتيكية عندما يكون شخص من المرات عندما يكون شخص من المرات هذا أكثر احتمال من المرات أيضاً أيضاً من المرات أيضاً وزن المرات أم لا يمكنك حركة رياضية أو تسجيل هذا يؤثر لأن النسائي الأضبور الاستروجين ترتفع وبالتالي تأثر تكوز من الأمراض السراطة حتى قال أنه من الأسباب مختبر شوية معرفتي بلغة تركيا شوية قال أنه السيجارة والكحول السيجارة والكحول لازم يبعد على çünkü bunların hepsi aslında رزق فaktörleri ve bir araya geldikleri de riski artırmış oluyor يعني هذا ما دي فaktور دي رزق نقول لهم في الميديسين هم يزيد ويقوية والإحتمال بالإصابة بأمراض السراطة لكن أكثر من المنظر الميقابة لمعرفة ولاắcش أيضا فإن أML أرنام من المنظر ويقوية تركيا شوية ألغط الأمر قال من الأمر ما داخل المنظر هو أن نظر في المنظر داخل المنظر لا يوجد تشخيل المبكر. لا يوجد أن تشخيل المبكك. فتلك الغريقة تجويل لك التي تشخيل أصدقائه. لكننا ش давайте بصفηج والمراضي blame أيضًا قبل 10-12ى سنة قبل. عندما كانت متراجعة الربعات في الإشعاء كان بطريق وصفة الأخطاء كانت ممنون تستمرتون بشكل اشعاء لكن بخصة الشمكة في الوضع نظر الجديد من المقاس الزائجين ولكن التكنولوجيا كانت طريقة ربائية الأبعاد التي تسمح لنمشيه للعضو المريض والرئتين والقلب ولا أي أعضاء ما يتمسوش يقعدوهما لا يبس عليهم خطر قبل كانت الإشعاع يمشي للجسم كامل نعم سؤال أنا نسأل الدكتور ما هي المحفزات ربما يتخلي المصابة بهذا المرض يعني لقدر الله أنه تشجع الأمور الطبية أو تطور طبي مثلا في تركيا يشجع المصاب على أنه يلجأ إلى تركيا للعلاج سؤال الدكتور سؤال الدكتور الأمور 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 لأنه يكون لديه نتيجة مضمونة أو ليس لديه ريزك لا يكون لديه خطر أو شيء كل مريض لديه شيء تدوي لأن هذه أمور الدكتور الأمور سؤال الدكتور الأمور أستخدم جينتكي فاتولوج رديولوج نكليار طبزمانة هناك أمور الدكتور لا يتجمع على طبيب واحد لأصدقى لا يتجمع على كل مرئ عدة أطباء مختصين في عدة مجالات ويضعوا على كل مريض كل مريض يضعوا عليه ليس بضرورة كل يتجمع على طبيب واحد نعم بالنسبة لما أهمتهم في زيارة للجزائر زيارتهم للجزائر تدخل في إطار معالجة أو إحنا إن شاء الله زيارتنا للجزائر جينا بش نشوفهم عندها أصدقاءنا أطباء في إطار تبادل المعلومات والخبرات طبعا الجزائرية والتركية نعم خليني كلمة أخيرة فقط إذا كان نعطلهم كلمة أخيرة في النهاية طبعا للدكتور وزغانواء أيضا دكتور أسئلك يعني كلمة أخيرة لهم كلمة أخيرة لهم بشكل مرحلة في النهاية نعم نعم بشكل مرحلة سوف نعم نعمًا جميعاً. نعمًا جداً. نعمًا جميعاً. نعمًا جميعاً. نعمًا جميعاً. كانت جميعاً بما أنحفتنا. كنت بالعابطة نعمًا. شكراً. شكراً لك. شكراً سألتهم. كما يقول إذا كنت صعب على اشتركتنا في العربية. هو أيضا يدرس في الجامعة تيكساس في أمريكا عضو عندها بروفيسور وأيضا في كوتش ونيفرسيتي هو ودكتور أوسكان مع بعضهم دي بروفيسور عندها مش يمارسوا بس مهنة الطب ولكن أيضا يعطيوا دروس للفتغ الطبية حتى أنا دخلت لي أعمل تجسس على الـ UVCV نتحه في زوج وقرأت السيرة الذاتية لكل من الدكتورين طبعا تانشتي يمزمونون عندهم شكرا لك على الترجمة أتمنى إن شاء الله قضاء وقت ممتع في الجزائر ومرحبا بكم في الجزائر مرة أخرى شكرا شكرا